مباشرة من ستوديو أخبار الزيتون إليكم النشرة الظهيرة للأنباء والبداية كالعادة بأبرز العناوين تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا في حين تشهد مراكز التلقيح تراجعا في الإقبال على عملية التطعيم بعد تأجيل النظر في الملف التأديبي للقاضي طيب راشد منظمة أنا يقذ تدعو المجلس الأعلى للقضاء لإيقافه عن العمل بالتزامن مع احتدام المعارك في أفغانستان طالبان تستأنف مفاوضات السلام في قطر وروسيا تعلن فشل المهمة الأمريكية في كابل مشاهدين الكرام تحية طيبة على إثر تداول أخبار حول عدم اتخاذ إجراءات وقائية من فيروس كورونا خاصة بفترة عيد الأضحى أصدرت رئاسة الحكومة بيانا وضحت فيه بأن اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والتي عقدت بتاريخ الثامن من جوليا الجاري تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي كانت قد اتخذت جملة من الإجراءات انطلق تطبيقها في ذات اليوم وتتواصل إلى غاية آخر يوم من هذا الشهر وسبق لرئاسة الحكومة أن أصدرت بلاغا في الغرض يتضمن كل الإجراءات المتخذة هذا وستعقد اللجنة في أواخر شهر جوليا اجتماعها الدوري لتقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة والنظر في تشديدها أو التخفيف منها بالنظر إلى تطور الوضع الوبائي في يومي الحجر الشامل للأسبوع الثاني كاميرا الزيتون ترصد تباين أراء المواطنين حول هذه الإجراءات تزامنا مع أيام العيد ومدى التزامهم بذلك بعد إقرار الحجر الصحي الشامل يومي السبت والأحد للأسبوع الثاني على التوالي نرصد أراء المواطنين ومدى احترامهم للأجراءات المفروضة والتي تتزامن مع تسجيل ارتفاع في حلقات العدوى وبلوغ المؤشرات أرقاما غير مسبوقة ذلك في ظل احتياج المواطنين لاقتناء حاجية العيد الأمر الذي جعل احترام الحجر معادلة صعبة بين التأقلم مع الوباء وأجبار القيود المفروضة لكسر حلقات العدوى فكانت آراءهم مختلفة ومتباينة شنو يرأيك في الحجر الشامل اليوم وغدوة؟ والله أنا نتمنى الحظر الشامل تعرف كيف يكون لا يجوع الذيب ولا يشتاكي الراعي الحكومة ما عنداش فلوس بشتعتها للشعب صحيح ولا لا؟ كيف يشتسكروا من الصباح للليل بني بشيكل الشعب عليش الحكومة ما تعمل شراي يسكروا ماذا؟ من الخمسة متاع الصباح ماذا ساعة ولا ماذا ساعتين؟ هنا كي ناخد من الصنار صحيح ولا لا؟ ناري ماذا نبع عشرين ألف كي ناخد من الصنار ناخد عشر ألف نلقى مناكل ونلقى مناسر بنستنياش الحكومة تعطيني رب يسر طب بركة كنت نتكلم عزاززار كيفاش العباد بيركين على بعضهم وتتفرش كيفاش او رب يسر استطار الله بنيت مهمش ملضمين للعباد جملة في بلادنا الحجر الصحي بايه مش بايه بايه ومش بايه بايه من ناحية المرض بايه هو من ناحية التجارة والعباد مزمر وتقضي قضياته وجيعيه الحجر شامل في السلاح الناس كل اللي حاب يستحفظ الروحه وليحاب يعمل نفسه ويعمل نفسه خارج عبت بحاجة بحاجة لازمة نخطفها ونرجع الروحه ونبعد على العباد أما هدي العباد على بعضهم حلم الحلول سكر تحب تسكر البلاد 10 ريال و15 يوم في مصلحة البلاد ومصلحة الشعب عملنا شعرياتينا أجيبنا ماكلة للدار قفاف يا سيدي العمدة كل منطقة فيها عمدة يمشي كل دار يعرف الناس اللي ما عندياش كل واحد يدق عليه الباب هو أخوها ذيه مونا متع جمعة ولا متع عشر ريال وشد دارك هو صعيب شوي الخرار صعيب شوي يزم ناس تخذي خضياته الصحة ما تعوضش كعادتها لم تتوقف الأسواق وأصوات الباعة قبل أيام العيد ليبقى الأمل في تجاوز الأزمة قائما مدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يعد خيارا لاغنا عن على المناسبات تسترجع رونقها وأجواءها نشرت الإدارة الجهوية للصحابة سفيقس تقريرها اليومي للتلقيح بتاريخ سدس عشر من جويدي الجاري الذي أظهر تغيب ألفين وسبعمائة وعشرين من المدعوين للتلقيح في ذات اليوم وهو ما أثار تخوف المسؤولين عن التلقيح بالجهة للحديث أكثر حول الموضوع معنا عبر الهاتف سيدة نوفل سحنون ممرضة رئيس ومنسقة بالطب المدرسي والجامعي وتعمل حاليا بمراكز التلقيح بسفاقس أهلا بك سيدتي مرحبا بك أختي إليس ومرحبا بالسيدات المشاهدين سيدة نوفل حسب الأرقام المنشورة نلاحظ تراجعا في الإقبال على التلقيح في سفاقس حسب رأيكم لماذا هذا العزوف حيح في الفترة الأخيرة سجلنا تراجع كبير في نسبة الأقبال في ولاية السفاقس ما قلت بالنسبة اليوم أمس 2720 مواطن تخلف عن نوع التلقيح الرقم هذية يمثل 51% من مجموع المدعوين بالنسبة للأسباب صحيح أنه ثم نسبة منهم ينجموا يكونوا مرضى بالكوفيد خاصة في الوقت الحالي مع انتشار الفيروس لكن اللي لاحظنا أنه المواطن التونسي يطلب نوعية معينة بتاعة تلقيح وإذا ما ترجح يرفض أنه يتلقى أي نوع آخر من التلقيح اللي موجودة للأسف أخنا وضعنا صحي في الوقت الحالي ما يصبح الميش اللي أخنا نختاره لكن المواطن التونسي لاحظنا أنه فما عزوف على نوعية معينة تلقيح لو تواصل هذا العزوف ستكون هناك نتائج بطبيعة الحال أكيد بالنسبة للنتائج للأسف التراجع هذية رفقوا استهتار كبير من طرف المواطن وعدم احترام الإجراءات المقائية نعطي لأخنا في فتح بعيد الإضحاء يعني النتائج تنجم تكون تنجاز عنها كيفة صحية خاصة مع انتشار وهو سريع الانتشار والاستهتار هذية قاعد يترجم في أرقام ممزعة نسمو بها كل يوم نشوفها في نشرات الأخبار في أخر كل مساء من كل يوم لأسف قاعدين نلاحظوا لعدد الإصابات ونسبة الوثيات قاعدين يرتفعوا كل يوم نعم شكرا لك سيدة نوفل سحنون على كل هذه التوضيحات نبقى في الملف الصحي حيث سجلت تونس بتاريخ الخامس عشر من جوليا الحالي أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في ظل تخوفات من تفاقم الوضع الوبائي خلال عطلة عيد الأضحاء في حصيلة مفزعة وهي الأعلى منذ انطلاق الجائحة سجلت وزارة الصحة إلى غاية يوم الخميس الخامس عشر من جوليا الجهري مائتين وخمس حالة وفاة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الجملي للوفيات سبع عشرة الف ومائتين واربعة عشر هذا وتشهد تونس تزايدا ملحوظا في سباة كورونا وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن البلاد تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في معظم الولايات يأتي ذلك في وقت صنفت فيه منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات اليومي في تونس الأعلى في إفريقيا والدول العربية كما عبر عدد من المديرين الجهويين للصحة في عدد من الولايات عن تخوفهم من ارتفاع عدد الإصابات خلال عطلة عيد الأضحى بسبب عدم احترام البروتوكول الصحية من قبل المواطنين خاصة أن هناك إشكالية في أقسام الإنعاشة حيث لا تزال نسبة الإيواء في حدود مئة بالمئة في المستشفيات أما في ولاية توزر فقد تم تنظيم عمليات أخذ عينات المخبرية لجميع القصبين بالجهة للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا قبل يوم عيد الأضحى وذلك لضمان سلامتهم أثناء التنقل لذبح الأضحية وبخصوص عملية التلقيه أعلنت وزارة الصحة أن عدد التونسيين الذين استكملوا عملية التطعيم بجرعتين بلغ سبعمائة وثمانين وعشرين ألف وأربعة ومئة وخمسة ألاف وتسعمائة وثمانين شخص طلقوا جرعة واحدة كما أعلنت الوزارة وصول مئة وثمانين وتسعمائة ألف وتسعمائة جرعة جديدة من لقاح فايزر يوم أمس في إطار الاختناء المباشر لأن كانت هناك محاولات لتطعيم أكبر عدد ممكن من التونسيين بالتلقيه إلا أن منظمة العفو الدولية رصدت مجموعة من الإخلالات التي شابت عملية التطعيم باللقاح في تونس داعية للحكومة لضمان حصول الجميع على اللقاحات بشكل عادل ونشر معلومات عن سير عملية التطعيم على مستوى البلاد بما في ذلك المعايير التي اعتمدت لتحديث الفئات ذات الأولوية وضع وبائي خطير تجندت بسببه عديد الدول لدعم جهود تونس ومساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة وبائية وسط انتشار سريع للوباء إذ بدأت إيطاليا وإسبانيا وسويسر أمس في شحن وإرسال مساعدات طبية لتونس بينما قالت فرنسا إنها تعتزم إرسال حوالي مليون جرعة لقاح ومساعدات طبية أثار بيان نقابة تونسية لأصحاب صيدلية الخاصة جدلاً واسعاً حيث أعلنت النقابة عن رفضها التقيد بالتسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لإجراء التحايل السريعة لتقصي فيروس كورونا للعموم بقيمة لا تتعدى 20 ديناراً وقد أكدت النقابة في بيانها أن الفصل الخامس من قرار وزير الصحة المتعلق بالترخيص باستعمال الاختبارات السريعة لمهنيي الصحة بالقطاع الخاص والضابط لشروط استعمالها وشروط إنجازها لا سند قاروني له وأنه غير ملزم للصياد للخواص ولأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد نوفل عميرا رئيس النقابة تونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة أهلاً بك أهلاً سهلاً مرحبا بيكم أحساب مشاهدي قائد سيد نوفل حقيقة بيانكم أثار نوعاً ما تخوف من المواطنين من ارتفاع مرتقب في الأسعار المتاحة للعموم في الصيدليات للاختبار السريع هلنا أن نفهم الأسباب وراء هذا البيان والمطلوب فعلياً من الوزارة اليوم مرحبا بيكم دون كل اليوم المطلوب هو رجوع طولك الثوار أحنا الوزارة كدينا معها العملية هذه لم يكن هناك اتفاق على الأسعار فاشقونا يوم واحدة وثلاثين ميك بتحديد السعر من طرف واحد اللي هو الوزارة معناها عبطوا قرار هذية تعسوا فيه شوية احنا طلبنا منها من وقتها إعادة النظار في السعر هذية قالوا بش نعملوا إعادة نظار في الحلقة الكلها نتعاد توزيع مع المواردين ومع الموزعين الجملاء وعادوا اجتماعات وقرروا بعض القرارات ما تنفذ منها حتى قرار واليوم احنا شهر ونص قاعدين ناخده في السعر الاختبار السريع بأسمان خيالية واحنا مطالبين ليس بيبيعه بل بيانجازه وانجازه يطلق تكاليف بهضة وبهضة جدا لحماية الصيدة للمعاونيه والمواطنين اللي بيجيوا يعملوا لاختبارات هذو اليوم هو شنو المطلوب مطلوب معناها بيش صيدة لي يعمل تقاشف على المعدات نتعال حماية نتاعه وحماية المواطنين حماية اعوانه وهذا مرفوض تماما ديوم الوزارة نجم تخلي السعر بعشرين دينار لكن تحدد السعر في مسلك التوزيع الكامل مش معقول اليوم نجي تحدد السعر السعر هذي بالتفصيل وتخلي الصيدة لي يواجه المواطن بطريقة هذي وهي من تالي ما تعملش حتى اجراء للمواردين ولا للناس الاخرى اللي متخلها في الميدان هذي ولذا هذي مش معقول ومن بعد يعملوا حملة ممنحة ضد الصيادة في التفاقد واللي هو مرفوض تماما واللي هم يحبوا يفرضوا امر واقع وهذا يلو يوتروا الاجواء ويعمل تشنج بالقطاع وهذا ماهوش معقول نعم يعني بالنسبة للمواطن يمكن انه يكون السعر الاختباره عشرين دينار اذا خفضنا في التكلفة التكلفة الشراء بالنسبة لصيدالي بضبط اذا كان اليوم احنا نحبه نخليه الاختبار هذي بعشرين دينار ما علينا الا نظمه الحلقة انتعه التوزيع انتعه الكلها اليوم مش معقول تخلي ناس يعني تستثرة وتعمل في معناها الاف مليارات من الموضوع هذا وتخلي الصيدالي هو يدفع الثمان على حساب صحته وإلا جيوب نلقاوه صياد له معناها اللي يقوموا بالانجاز تعالي اختبار هذي قاعدين يتقشفوا في الامكانيات انتعه للسلامة اللي هو مش مر مقبول والي هو مرفوض تماما لا تعليش النقابة خرج قبل الغذية ممكن نظر العام ما يعرفش الحقيقة اليوم الحقيقة واضحة والوزارة ما لها كانت تحرك واضح شكرا لك سيد النوف العميرة رئيس النقابة تونسية لأصحاب الصيدالية الخاصة على كل هذه التوضيحات في موضوع آخر تذمر عدد من الفلاحين صباح اليوم من تردي وضايتهم المعيشية بسبب الحالة الكارثية التي وصلها أغلبهم نتيجة ارتفاع الأداء البلدي لما كان بيع الأضحية وغياب إجراءات تنظيم القطاع من جهدهم عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد لارتفاع أسعار الأضحية مقابل تراجع حجمها لدى العديد من الفلاحين التفاصيل في هذا التقرير لأسامة بن عيشة شكرا للمعيش يسوه من العليش من 400 حتى 300 ونحن الفلاحة تكسرني لمية كيلو بمية وعشرة ألاف بارتك بنن بسبعة ألاف ها هذين خلصوا فيها أقل زريبة ب300 ألاف القرطة ب20 ألاف كيفاش تحب الفلاحة يعيش واشترلغ لما زلت في البلد بيعلع ليلش التعبي العس وحدنا مع جابوش لنا الماء معناش ماء البطحة غالية جريشة كفر هكذا نخلصوا عليها في 500 وفي 600 وفي 400 فن قرط غالي بطل قرط ب25 ألاف ونقولوا لنا نعالوش ب600 و700 قولوا كيسر عام كيسر من العلف فيه قنطار شعي ب70 ألاف الزريبة يغانوا عليها ب500 ألاف ب400 ألاف وحالح ليلة والجي تقولوا ب800 قولوا ب500 ألاف والعلفة غالية بوشنا نتنخل فيها ب12 ألاف ب15 ألاف شيء كبير والشعير ما ثمش الشعير ب80 ألاف ما توصلت دبر كم بصيف واحد ما عجي خلاص باش نحكيه على الأسوام الناس كل تتشكى من الأسوام شنو السبب؟ والله الأسوام أنا نظره أسوام بصراحة ما هيش في متناول للناس كل أسوام غالي برش اللي علوش حسب الكاريتي تلقيها زايد 200 ألاف على الأسوام تلقيها موظف مواطن متوسط الدخل ما هوش قادر بصراحة بش يشريه علوش منه تحبط شوية للسوام اللي مثلا بخمسم منه خمسم منه خمسم منه خمسم منه خمسم منه خمسم منه إنتا جاه فيها أربع كيلو الحم كل واحدة حليله في روحه وراهه العلفة هي سبب الدنيا كلها العلفة راح العلفة هي أخذ الدنيا العلفة قديم صوم العلوش ني المعيان طاق صوم العليلش المعيان ني تقدم خمسة ونص بستة ني بستة ونص حتى للسبعمية فيمت خوية شي كبير أغلى علوش قديم بس ماني ميت الف بس ماني ميت الف أغلى علوش يا عمنا حكاية ربعين خمسة وربعين كيلو نسوام تعمت عيدش جي تعمت طلا وتروح وكهو ما تشريش بنجمش تشري نسوام غالية برشة غالية برشة قطوس يقول لك تسعمية قطوس والله بالرسمي قطوس تسعمية توكلش الخبز لسوام بابا خير الأقصر ما تستخيل فيه في بيالك لسوام هكا تشوفها نار شعل عباد زواول عباد خقلين هالعلوش تلمس يقول لك وفهمت ثماني مئة ومليون وتسعمية منين هالخية منين ما فهمش خير هكا تشوفها عباد تتدور تتدور واشترد عباد ما هيش معايدة المروحة تعرف فترة الأعياد استهلاكا مفرطا في المياه لذلك سارعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى إصدار بلاغ تدعو فيه المواطني إلى ترشيد استعمال المياه نظرا لمحدودية الموارد المائية لهذه الصائفة نبهت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صناد المواطنين من الإفراط في استهلاك المياه في الفترة القادمة خاصة يوم العيد نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والوضعيات الصعبة للموارد المائية لهذه الصائفة نتيجة الجفاف الذي تعيشه البلاد وتزايد الطلب على المياه يوم العيد وقالت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها إن احتمال تسجيل أعطاب على مستوى التجهيزات والشبكات يبقى واردا رغم استعداد الشركة للحد من الإشكاليات التي يمكن تسجيلها على مستوى توزيع المياه مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لكل ما يمكن أن يطرأ خلال هذه الفطرة مؤكدة أنها ستعمل على التدخل الحيني للحد من الاضطرابات والانقطاعات الصناد وفذات السياق أوصت بأخذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك المياه خلال هذه المناسبة وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة السادسة مساء من يوم العيد لضمان استمرارية التزود خاصة وأن يوم العيد يتزامن هذه السنة مع الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة لعدة أيام متتالية وتزامنه مع إقرار الحجر الصحي بجل الولايات والضغط الكبير على المنشآت المائية وفي ذات الإطار أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بنيابة محمد الفاضل الكريم على معارض وثائقي توعوي بيّن خلاله أهمية الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة والمواجهة أساسا للأطفال لتوعيتهم بضرورة ترشيد استهلاك الماء يشار إلى أن تونس تصنف تحت خط الفقر المائي وقد شهدت هذه السنة نقصا كبيرا في إرادات مياه السدود والمخزون المائي حيث وصل نصيب الفرد من الماء حوالي 420 متر مكعب في السنة وهو مرشح للانخفاض إلى 350 متر مكعبا لسنة 2030 بينما يعادل نصيب الفرد العادي في دول أخرى ألف متر مكعب في السنة ويعود ذلك إلى عدة أسباب تتعلق بالمناخ والكثافة السكانية وسوء التصرف في الموارد المائية والسياسات المائية غير الملائمة أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مذيق حول دفع التنمية بولاية السفاقس وذلك تتويجا للمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في حوكمة ملف التنمية الجهوية أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مذيق حول دفع التنمية بولاية السفاقس اتخذ على إثره جملة من الإجراءات وهي كالتالي الإذن باستئناف دراسة المخطط المديري لتطوير ميناء معتمدية الصخيرة لجعله قطبا مينائيا متخصصا في المواد البترولية والكيميائية والبضاءة الصلبة الشروع في الغلق التدريجي لمصب معتمدية عجارب والإسراع في إحداث مركز جهوي لتثمين النفايات الإذن بإنجاز دراسة حول مجابهة التلوث وإعادة تأهيل السواحل الشمالية لولاية السفاقس الإذن بتخصيص اعتمادات بمبلغ 200 ألف دينار لتهيئة منتزه ترفيه بطينا الإذن بالانطلاق الفعلي في إنجاز مكونات القطب الاقتصادي البديل لمعمل سياب السفاقس المصادقة على مشروع المثال المديري للميناء التجاري بسفاقس الذي يهدف إلى تخصيص المحطات المينائية حسب تنوع الأنشطة الإسراع في إنهاء دراسة للتخفيض أو الإعفاء من المعالم المستوجبة المطبقة على شركات الطيران بمطار اسفاقس الإذن بالانطلاق الفعلي في إنجاز شبكة مترو اسفاقس الإذن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالانطلاق في دراسة إحداث الخطوط الحديدية السريعة لأحواز اسفاقس الشمالية والجنوبية تهيئة أرصفة الروسو بميناء سيدي يوسف وبموقع سيدي فرج لفك العزلة عن جزيرة قرقنة دعوة وزارة الشباب والرياضة إلى برمجة إنجاز مشروع المدينة الرياضية على مراحل الإذن لوزارة الشؤون الثقافية بإعداد الدراسات اللازمة لإنجاز مدينة ثقافية بمدينة اسفاقس الإذن بالانطلاق في مشروع تحلية مياه البحر باسفاقس خلال منتصف شهر أوت المقبل هذا واتخذ رئيس الحكومة عديد النقاط الأخرى لصالح ولاية اسفاقس المهتمة بالجوانب اللوجستية وتهيئة المناطق الصناعية ودعم المنشآت الصحية ودفع الاستثمار الخاص وخلق مواطن شغل إضافية دعت منظمة أنا يقض مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار بوقف القاضي طيب راشد عن العمل وأعلان الشغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى حين البت النهائي في كافة التهم الخطيرة المنسوبة إليه والمتعلقة بالارتشاء والتدليس وتبييض الأموال وعبرت المنظمة عن استنكارها لقرار تعيين طيب راشد ضمن اللجان المكلفة بتقييم القضاء خاصة ونحن على أبواب الحركة القضائية ذلك أنه لا يستقيم أن يقيم قاض مجتبه في نزاهته وكفاءته الأداء الوظيفية لزملائه وتعتبر المنظمة أنه يمنح بذلك وسيلة للضغط والتأثير على المسار التأديبي وذلك وفق ما ورد في نص البيان عقدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم الجمع المنقضي جلسة عمل مع ممثلين عن مختلف الفاعلين في منظمة الزيت المدعم من مكررين ومعالبين وتجار جملة تم خلالها التطرق إلى المشاكل الحينية الملحة التي تتعلق بديمومة نشاطهم بين الأزمة والأزمة تطفو أزمة جديدة للمرة الألف تطفو مشكلة الزيت النباتي المدعم على السطح بعد أن استعصى على جل مسؤولي البلاد حلها على ما يبدو إذ بات من شبه المستحيل اليوم أن يظفر أي مواطن تونسي ولو بلتر واحد من الزيت النباتي المدعم الذي بات يباع خلصة أو يخضع للبيع المشروط من قبل تجار المواد الغذائية تطفو الأزمة الخطيرة من جديد تجتمع من جديد كل الجهات المعنية سعيا إلى إيجاد حلول قد تكون ناجعة إثر جلسة عمل بين وزير التجارة وممثلي قطاع الزيود الغذائية حيث عقد كل من وزير التجارة والغرفة الوطنية لصناعي ومعلبي الزيت النباتي يوم الجمع المقضي جلسة عمل مع ممثلين عن مختلف الفاعلين في منظومة زيت المدعم من مكررين ومعلبين وتجار جملة تم خلالها التطرق للمشاكل الحينية الملحة التي تتعلق بديمومة نشاطهم وأكد الوزير أن هذه الجلسة لا ترمي إلى إيجاد حلول للمشاكل الظرفية فحسب وإنما لمعالجة المنظومة ككل بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين فارق عمل يضم ممثلين عن المكررين والمعلبين وتجار الجملة والإدارة على مستوى الوزارة لتقديم تصور مشترك للانتقال إلى منظومة دائمة ومتكاملة تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي واقتراح رؤية للإجراءات المصاحبة لهذا الانتقال الذي سيضمن توفر هذه المادة وكانت الغرفة الوطنية للصناعي ومعلبي الزيت النباتي أعلنت أنها ستعرض على وزير التجارة وتنمية الصادرات مشاكل القطاع وحالة الاختناق التي يمر بها القطاع وخطر الإفلاس الذي يهدده مما قد يسبب حالة بطالة لحوالي تسعة ألاف عامل في القطاع من جهتها اعتبرت الغرفة الوطنية لمعلبية زيوت الغذائية أن الوضع في قطاع الزيت النباتي المدعم خطير جدا في ذلك فقدان مادة الزيت المتواصل وتوقف مصانع التكرير والتعليب مؤشرة إلى أن الدولة لم تعد قادرة على توفر هذه المادة في ظل عدم توفر التمويلات اللازمة كما شددت الغرفة الوطنية على استفحال الإشكال الاجتماعي للعاملين بالقطاع بسبب عدم القدرة على سدد رواتبهم ومنحهم وتهديدهم بالبطالة من الأخبار الوطنية نمر الآن إلى أخبار العالم تحتضن العاصمة القطرية اليوم مفاوضات جديدة بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وذلك لبحث سبل التوافق بشأن الخطوات القادمة بعد الانسحاب الأمريكي المنتظر والمتزامن مع احتدام المعارك على الأرض وضم طالبان مناطق واسعة إلى نفوذها تقاطع الموقف الروسي والتركي والأمريكي في البلاد في هذا التقرير استأنفت اليوم مفاوضات السلام الأفغانية في العاصمة القطرية دوحة بين حركة طالبان ممثلة في وفد حكومي يقوده رئيس لجنة المصارحة عبدالله عبدالله وبحضور مسؤولين كبار بمن فيهم الرئيس السابق حامد كارزايا وأعرب مسؤول طالبان عن رغمة الحركة في إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية من جانبه أكد الوفد الحكومي الأفغاني عن دعمه لتسريع المحادثات وتحقيق التقدم المطلوبة في الوقت الذي دعت فيه روسيا إلى الحاجة الملحة لتفعيل المحادثات بين الأفغان بعدما سمته فشل المهمة الأمريكية في أفغانستان لكنها طالبت بمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي وفي علاقة بالجانب التركي نفت حركة طالبان ما تم تداوله بشأن تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمي باسم الحركة حول عدم موافقتها على وجود تركيا في أفغانستان في إطار اتفاق مع أمريكا ومعاملة تركيا لهم على غرار معاملة الفصائل السورية ميدانيا لا تزال المعارك محتدمة مع وعود الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جميع قواتها من أفغانستان الشهر المقبل بعد عشرين عاما من تدخلها وشنت طالبان هجوما واسعا منذ شهر ماي الماضي سيطرت خلاله على مناطق شمال البلاد وغربها بعيدا عن معاقلها جنوبية البلاد ضرورة إعالة النظر في السياسات المتخذة تجاه حركة المقاومة الإسلامية حماس كمنظمة غير إرهابية وحركة منتخب من الشعب الفلسطيني ذلك ما طلب به التحالف المسيحي الفلسطيني من أجل السلامة وفي رسالة تم توجهها للرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكين ذكر التحالف بوعود وزير خارجية أنتوني بلينكين التي أطلقها من رام الله ماي الماضي بتطلعات الفلسطينيين للعيش في حرية واحترام حقوقهم بما في ذلك الحق في اختيار قادتهم والعيش بكرامة وأرجع التحالف الوضع الكارثي الذي يعيشه قطع غزة إلى تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لنتيجة الانتخابات الفلسطينية التي أجريت عام 2006 مع فوز حركة حماس بالأصوات التي تخول لها تشكيل حكومة فلسطينية بعد حظر داما نحو أربعين عاما وعملا باللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1980 سمحت السلطات السعودية لأول مرة بفتح المحلات التجارية خلال أوقات الصلاوات الخمسة وأرجعت السلطات ذلك إلى التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة المتسوقين لتفادي مظاهر الازدحام خلال إغلاق أوقات الصلاة وشهدت السعودية سنوات لخيلة تغييرات سياسية واجتماعية جذرية من ذلك استبدال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهيئة الترفيه والسماح للمرأة بالقيام بأنشطة عدة منها تولي مناصب سياسية وفي الختام مشاهدين إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة تونس تسجل أعلى حصيلة وفية جراء فيروس كورونا في حين تشهد مراكز التلقيح تراجعا في الإقبال على عملية التطعيم بعد تأجيل النظر في الملف التأديبي للقاضي طيب راشد منظمة أنا يقظ تدعو المجلس الأعلى للقضاء لإيقافه عن العمل بالتزامن مع احتدام المعارك في أفغانستان طالبان تستأنف مفاوضة سلامي في قطر وروسيا تعلن فشل المهمة الأمريكية في كابولا هكذا نصل إلى نهاية النشرة لم يبقى لي إلا أن أتمنى لحضراتكم عيد أضحى مبارك أعاده الله على تونس بحال أفضل إلى اللقاء